المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المصالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نغادر مدينة الرقيبة التي غمرنا فيها الشيخ عبد الرؤوف بحبه وكرمه خلال زيارتنا للزاوية التي يشرف على مشيختها هذا الصرح الجديد الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فيه طلبة من مختلف أنحاء البلاد يدرسون العلم ويتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار شعارهم في جميع أمورهم الأدب خير من الذهب فلا عجب ولا استغرار مما لمسنا ورأينا فالشيخ عبد الرؤوف في العلم والخلق سليل علماء التوات وما أدرك ما علماء التوات بحار العلم والمعرفات لقد نهل العلم عن الشيخ حسان أنصاري وتربى في أحضانه وما أدرك ما الشيخ حسان صحابي في غير زمانه كما قال عنه شيخه العارف بالله سيد محمد بن كبير رحلنا في هذا اليوم الموافق للسابع عشر من شهر السبتمبر سنة 2021 والشوق يشدنا رحلنا ونحن نفكر متى سنعود رحلنا وأبت أرواحنا أن تغادر معنا تحية طيبة خالصة وشكرا جزيلا للشيخ عبد الرؤوف ولأهل الرقيبة كبيرا وسغيرا ولكم أيها الإخوة المتتبعون وإلى لقاء في موعد آخر سنوافيكم بكل المستجدات أثناء رحلات السلام عليكم شكرا شكرا شكرا